بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا أن الخطاب الثقافي الإسلامي وبشكل عام الخطاب الإسلامي هو خطاب إقناعي لا يراد منه استفزاز الطرف الآخر ولا يراد منه إذلاله أو إسقاطه وإنما يراد منه إقناع الطرف الآخر وحتى إذا الطرف الآخر لم يقتنع أو كان معاندا فإنه يراد أن يصل هذا الخطاب إلى الآخرين في أزمنة وأمكنة أخرى ويستفيدوا من هذا الخطاب في هذه الحلقة نذكر مثالا آخر للخطاب الإقناعي نحن نشاهد في القرآن الكريم القرآن أكثر من ذكر القصص سواء قصص أنبياء أو قصص حضارات أو قصص أشخاص وضمن المعاني أو القيم السامية في هذه القصص بحيث أنه لا يراد من تلك القصة مجرد مل الوقت أو الفراغ وإنما يراد منها تقريب الناس إلى المفاهيم السامية التي تضمنتها تلك القصص هنا يأتي سؤال وهذا السؤال بعض النصارى وبعض أعداء الإسلام يكثرون من سؤاله لماذا قصص القرآن انحصرت في الأنبياء أو الحضارات والأمم أو الأشخاص الذين كانوا في الجزيرة العربية أو كانوا يحيطون بالجزيرة العربية مثلا القرآن الكريم ذكر الأنبياء وهؤلاء الأنبياء حينما نقرأ تاريخهم نجد أنهم كانوا عادة في الشرق الأوسط في فلسطين أو في العراق أو في الجزيرة العربية أو مصر أو هذه البلدان من الشرق الأوسط إذا ذكر حضارات إيجابية أو سلبية عاد ثمود في الجزيرة العربية فرعون وقوم فرعون في الشرق الأوسط في مصر وهكذا قصص الأنبياء والحضارات والأشخاص سواء في الجانب السلبي أو الإيجابي ألم تكن هناك حضارات أخرى في الصين واليابان وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وما إلى ذلك لماذا لم تذكر قصص تلك الحضارات أو هؤلاء الأشخاص الآخرين في القرآن الكريم لماذا طبعا بعض أعداء الإسلام يوعز ذلك إلى أنه الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن يعلم عن تلك الحضارات شيئا وإنما اكتتب أساطير الأولين أو الأمور التي كانت محيطة به وهذه ليست تهمة جديدة وإنما حتى القرآن الكريم أشار إليها في قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلها وبين قوسين من العجائب الموجودة في القرآن الكريم أنه أجاب عن جميع الشبهات التي أثيرت في وقته أو ستثار في المستقبل ولذا الآن إذا جمعنا جميع الشبهات الآن التي تثار ضد الإسلام وضد النبي وضد القرآن الكريم نجد القرآن الكريم أجاب عن هذه الشبهات ولو في بعض الأحيان إجابات مختصرة ومن تلك الشبهات هذه أنه الرسول كان في الجزيرة العربية أخبار أطراف الجزيرة العربية كانت تصله ولذا كتبها أما الحضارات البعيدة الأخرى لأنه لم تصل أخبارها أخبارها فلذا لم يكتبها والجواب على ذلك جواب بسيط جدا ويدخل في ضمن بحثنا وهو الخطاب الإسلامي أو الخطاب القرآني أو الخطاب الثقافي الإسلامي وهو أنه هل القرآن الكريم كتاب قصة؟ الجواب كلا القرآن الكريم كتابه هداية فالقصص التي ذكرت في القرآن إنما ذكرت لأن فيها بعض المفاهيم والقيم السامية ولأن لها تأثيرا في المستمعين يعني قد تكون هناك قصة فيها مضامين سامية لكنها لا تؤثر في المستمعين فلذا لا داعي لذكرها وذكرها نقض للغرض لأنه ليس القرآن كتاب قصة حتى يذكر قصة لا تأثيرا لتلك القصة على المستمعين أو على القارئين الغرض هو الهداية فلذا القرآن الكريم ذكر من الأنبياء من كان معروفا لدى الناس ذكر من القصص ما كانت معروفة لدى الناس ولدى أصحاب الديانات ولذا حتى الأنبياء مع أن الأنبياء مئة وأربعة وعشرين ألف نبي وفي بعض الروايات ثلاثمائة ألف نبي وكثير من هؤلاء كانوا مرسلين وفي كل قرية هناك مرسل في كل أمة مرسل يعني جميع الحضارات التي مرت على هذه الكرة الأرضية في شرق الأرض وغربها كان فيهم أنبياء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولكن الأنبياء الذين كانوا في حضارات بعيدة ذكروا قصصهم ما كان مؤثرا فكان ذكر القصص لا يصب قصصهم يعني لا يصب في مصاب هداية الناس ولذا الله عز وجل في القرآن الكريم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص يعني الله عز وجل قص بعض الأنبياء يعني ذكر بعض الأمور المتعلقة بهم وكثير من الأنبياء بل أكثر الأنبياء الله عز وجل لم يذكرهم وكذلك الأقوام الله عز وجل ذكر منهم ما يؤثر في المخاطبين وفي المستمعين ولذا الله عز وجل في آية من القرآن يقول وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ حينما يذكر ثمود أو عاد أو أضرابهم أضرابهم من الأقوام الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى فنزل عليهم عذاب الله تعالى إذا كان يذكر أقوام لا يعرفونهم الناس أو بعيدين أو حضارات بعد مئات السنين تكتشف كما اكتشفت مثلا حضارات في جنوب أمريكا وفي وسط أمريكا القارة الأمريكية ما كان مؤثرا في الناس ولكن وإنكم لتمرون لتمرون عليهم مصبحين وبالليل حينما الإنسان يمر وينظر يتأثر تأثيرا بليغا وكثيرا فلذا لأن الجزيرة العربية والشرق الأوسط هو انطلاق للديانة الإسلامية فكان المفروض أنه اللبنة الأولى تكون لبنة مؤثرة في هؤلاء ولذلك الله عز وجل ذكر من القصص التي تؤثر فيهم ثم تؤثر في الآخرين أيضا يعني الناس الذين في أماكن بعيدة جدا ولهم حضاراتهم الخاصة ولهم أنبياؤهم حينما يستمعون إلى قصص حضارات الشرق الأوسط وقصص حضارات قصص أنبياء الذين كانوا في الشرق الأوسط أيضا يتأثرون بذلك الكلام فبناء على ذلك تم اختيار القصص التي تؤثر على الجميع في حين أنه ذكر حضارات بعيدة ونائية ما كانت تؤثر في الجميع ولعله تؤثر في بعض الناس الذين بعد مئات السنين مثلا سيصل الإسلام إلى منطقتهم وقد ذكر حضارتهم مثلا فهذا يكون نقص للغرض الغرض أنه من اللحظة الأولى يكون هذا الكلام مؤثر على الجميع وأن تبنى اللبنة الأولى بشكل سليم وبشكل صحيح فلذا نجد أن اختيار القصص يصب أيضا في اتجاه الهداية الأنبياء الذين ذكروا يصب في اتجاه الهداية الأنبياء الذين لم يذكروا على رغم عظم منزلتهم لأن ذكرهم ما كان يصب في هذا الهدف أو كانت نسبة صبه في هذا الهدف نسبة قليلة وذكر غيرهم كان أكثر تأثيرا فلذا لم يذكروا في القرآن الكريم مع منزلتهم العظيمة والرفيعة هذا إن دل على شيء يدل على أن القرآن وكذلك في كلام الرسول والأئمة جانب الخطاب الإقناعي هذا جانب أخذ بعين الاعتبار فالخلاصة أنه الخطاب الإسلامي الثقافي يجب أن لا يكون خطابا استفزازيا ومع الأسف الآن خطاب كثير من المسلمين مع الغرب خطاب استفزازي مع الشعوب الغربية خطاب استفزازي مع الشعوب المسلمة خطاب استفزازي هناك تذهب إلى بعض البقاع المتبركة والمطهرة تجد أن بعض الأجلاف يريد حسب زعمه أن ينهى عن المنكر هل ينهى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؟ كلا وإنما ينهى عن المنكر المزعوم بالخشونة والسباب والشتم فيرجع هذا المخاطب فيرجع هذا المخاطب بقناعة أكثر بما كان يعتقد به وبحالة من الإشمئزاز من المنهج الذي عليه ذلك الآخر الآن نشاهد مثلا التكفيريون هؤلاء حينما تراجع إلى خطابهم الآن لهم خطاب بعضهم يحملون السلاح بشكل علني والبعض الآخر لا يحمل السلاح ولذا له نوع من الحرية في الظهور على بعض الفضائيات وعلى منابر الجمعة والجماعة لنستمع إلى كلامهم نجد أن هذا الكلام فيه من الخشونة والسب والشتم وإغفال تام للجانب الإقناعي ولذا هذا المنهج محكوم بالفشل ولولا الدولارات النفطية التي ملأت جيوبهم فأغروا بها كثير من الناس واشتروا ضمائر كثير من الناس لانتهى هذا المنهج منذ وقت طويل طبعا هو سينتهي لأنه الباطل زهوق ولكن المقصود أن هذا الخطاب يكشف منه أن المنهج أيضا غلط لأن المنهج الصحيح خطابه خطاب إسلامي حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى والمنهج الباطل لأنه باطل لا يتمكن أن يكون له خطاب سليم وخطاب صحيح فخطابه خطاب مليء بالشتم والسب والتكفير والتضليل وما إلى ذلك فع الخطاب الاستفزازي خطاب غير سليم الخطاب الاستعلائي خطاب غير سليم وغير مؤثر الخطاب المؤثر هو الخطاب الإقناعي نحن نشاهد أنه الإسلام عندما انطلق دخل كثير من الناس في الإسلام حينما تمت الفتوحات الفتوحات الإسلامية في الفتوحات الإسلامية بشكل عام في البداية بقي أكثر الكفار على كفرهم ولذا في القرن الأول الهجري نحن إذا قرأنا التاريخ بدقة نجد أن البلدان التي فتحت كانت تحت سلطة الحكومة التي تسمى بالحكومة الإسلامية ولم تنتهج الإسلام طبعا ولكن أهل تلك المناطق بقوا بشكل عام على كفرهم ولكن بالتدريج انتقلوا إلى الإسلام لم يجبر أحد هؤلاء على الانتقال إلى الإسلام والإسلام في البداية أيضا شرع لأهل الذمة أحكام خاصة وقوانين خاصة بأنهم يلتزمون بجمع من الأمور وفي المقابل المسلمون يحمونهم وإذا وجبت عليهم الجزية دفع الجزية فإنه يجب على المسلمين دفع الزكاة والخمس يعني ضريبة على الكفار تسمى الجزية وضريبة على المسلمين تسمى الخمس والزكاة بقوا على كفرهم في البداية ولكن بالتدريج تحولوا إلى الإسلام والبعض لم يتحول إلى الإسلام ولذلك الأقليات لحد الآن موجودة في البلدان الإسلامية ومن يقول أن الإسلام انتشر بالسيف فإن مقولته تجانب الحقيقة وتجانب التاريخ وتجانب الجغرافية السياسية بعد ذلك بالتدريج تحولوا إلى الإسلام لماذا؟ لأن كان من اهتمام المسلمين إقناع هؤلاء بالإسلام في المقابل نجد أن الفتوحات المتأخرة أو الغزو المتأخر مثلا فتوحات العثمانين في البلقان لم تؤثر أربعمائة عام أو خمسمائة عام بقوا في هذه المناطق ولم يدخل في الإسلام إلا القليل جدا أو الفتح الإسلامي للهند ألف عام الهند كانت تحت سيطرة الحكومات الإسلامية أو المسمات بالإسلامية ولكن لم تدخل الهند في الإسلام وإنما الذي دخل القليل من الناس إلى الإسلام لماذا؟ لأن العثمانيين أو المسلمون في زمن العثمانيين الكثير منهم أغفل هذا الجانب جانب إقناع الآخر بالدخول للإسلام العثمانيون كانوا ينظرون إلى هذه البلدان كبقرة حلوب أنه ينتهبون خيراتهم خيراتهم وثرواتهم والحكام المسلمين المسلمون في الهند انصح تسميتهم بالمسلمين ولم يكونوا يحملوا بشكل عام من الإسلام إلا اسمه هؤلاء أيضا كانوا ينظرون إلى الكفار إلى الهندوس كبقرة حلوب ينتهبون ثرواتهم وإمكانياتهم فلذا الهند بقيت كافرة غير مسلمة وإلى يومنا هذا بقيت كافرة وغير مسلمة لماذا؟ لأنه تم إغفال جانب الإقناع وجانب الإيصال الصحيح الجدال والتي هي أحسن الآن في عالم اليوم هناك وسائل الاتصالات والمواصلات والفضائيات والإنترنت وأمثال ذلك مباحة ومفتوحة نحن في الصراع مع الكيان الصهيوني الذي احتل فلسطين هل فكرنا في أن نحاول أن نهدئ بعض هؤلاء اليهود؟ هل أطلقنا قمرا قناة فضائية أو إذاعة تبين لهم باللغة العبرية الوجه المشرق للإسلام؟ ألم يسلم بعض اليهود في زمان الرسول صلى الله عليه وآله؟ ألم يسلم بعض اليهود في العهود المتأخرة؟ إغفال جانب إقناع الكافر حتى المحارب هذا الجانب يسبب أنه يبقى خطابنا الإسلامي خطابا فاقدا للتأثير في كثير من الحالات أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لإيصال صوت الإسلام إلى جميع بقاع الأرض هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات